تسعى مصر واليونان إلى تعزيز التعاون التنائي بينهما في مختلف المجالات وذلك في ظل الأجواء الإيجابية التي تسود العلاقة بين القاهرة وأتناء وفي ظل علاقات متميزة تجمع بين البلدين الصديقين تسعى الدولتان لمواجهة التحديات المشاركة والتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشارك تتمتع مصر واليونان بعلاقات تاريخية ضاربة في الجزور فمن خلال وقوع البلدين في ذات النطاق الجغرافي بحوض البحر الأبيض المتوسط تتشارك القاهرة وأسن الاهتمامات والتحديات التي تفرض نفسها على سياسة البلدين ومصالح شعبيهما وخلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة متميزة على مختلف الأصعضة وبالتزامن مع تعزيز مجالات التعاون المشترك بينهما لا تكاد تمر قمة أو لقاء رفيع المستوى بين الجانبين دون أن يتم التطرق إلى التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية وهو الإطار الذي تبزل فيه مصر جهودا كبيرة أصفرت عن عدم انطلاق أي قارب للهجرة غير الشرعية من مصر منذ ستمبر من عام 2016 فضلا عن البحث في سبل التعامل المشترك في مجال الطاقة وإلى جانب الهجرة غير الشرعية يؤكد الجانبين بشكل دائم على أهمية مواصلة الجهود المفزولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهما بشأن التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتضرف فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ملف الاتقرار بمنطقة شرق المتوسط بما يتطلب تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومرعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءا من الأمن الإقليمي التوجه المتنامي للدولتين نحو تعزيز العلاقات وتنسيق الرؤى ووجهة النظر يشمل أيضا توحيد المواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية والتي تتفق في إطاره القاهرة وأسنى على أهمية التوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي بما يحفظ سيادة البلاد ويحفظ مقدراتها لصالح الشعب الليبي كما يتباحس الجانبان بشكل مكسف حول القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان في إطار من السعي لتقليل توترات في منطقة الشرق الأوسط